بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا نعلم بكم فيديو بسيط وخفيف هنتعلم فيه زي تنزل أي ورقة بحثية أنت محتاج تنزلها بطرق مختلفة وطرق عديدة وإن شاء الله يكون فيديو لطيف وشيق لا تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وتشاركوا الفيديو مع الوسط العلمي بتاعكم وبدون مقدمات كتيرة يلا بينا طيب أول حاجة لو أنت بتستخدم مثلا ويبسايت زي بوبميد وكتبت مثلا وعملنا سيرش بالترم ده فبتلاقي هنا حاجة اسمها زي ما احنا شايفين هنا تقدر تختار الفري فول تاكست فده معناه أنك تشوف الدراسات اللي موجودة الفري فول تاكست بتاعها هتلاقي مكتوب هنا كده فري بي ام سي ارتيكل لو أنت بصيت هنا فري بي ام سي ارتيكل هتدخل على الارتيكل كده الويبسايت بتاعه هتلاقي ان هنا الفول تاكست ارتيكل او لو دخلت على اي بيبر هنا بتاعت الفري بي ام سي هتلاقي الشكل ده هتدوس على الشكل ده على طول هيروح افتح لك البيبر هو هي هنا افتح لك البيبر هنا في الويبسايت ولكن ما بعرفش استخدم البيبر في الشكل ده بحب ان انا اشوف البيبر في البي دي اف ذات نفسه فكده هفتح لك البيبر في البي دي اف فاول حاجة ان هو بيكون عندك حاجة اسمها الفري بي ام سي ارتيكل لو جينا بصينا هنا هتلاقي كده كل شوية view بي دي اف view بي دي اف العلامة التحدي دي اسمها endnote click لو جينا بصينا هنا كده هتلاعي اسمها ايه click endnote وبيفتح لك الوقر بتاعك او المكان بتاعك اللي بتحط في الرفرنسز اللي انت فتحتها كلها فعشان تدخل على endnote click ده بتعمل ايه بتكتب endnote click تدخل على endnote click تمام وبعد كده بتدوس add to chrome for free طيب انا عايز انصح ناس بنصيحة بسيطة انه لما تضيفه add chrome for free هيطلب منك ايميل او تعمل ايميل على endnote click فانا عامل ايميل هنا بالاميل الجامعي بتاعي وبالتالي الاميل الجامعي بتاعي ده لما اعمل search في مكان معين يعني احنا لو لغينا الفلتر بتاع free for text او زي ما احنا شفنا هنا كده ساعات بقولك search institutional library يعني لو انت عندك اكسس اصلا للورقة البحثية دي عن طريق الانستيتيوشن زي عندنا مثلا حاجة اسمها بنك المعرفة المصري وبالتالي يقدر ان هو يعمل لي search الانستيتيوشن اللايبرري بتاع دي طيب احنا مثلا لو اختارنا في الادفونسد ودخلنا مثلا في مجلة المجلة دي تبع السيفير يعني مش عارف انتو تعرفوا السيفير ولا لا فلو كتبنا كده السيفير جورنال فايندر تمام دي كده ازاي تفايند جورنال تبع السيفير واحنا حطينا كيووردس مثلا بتاعتنا كتبنا ان هو تبع الليفر كونسر انا بس باوريكم مثال علشان احنا نختار اسم المجلة فالمجلة دي مثلا اسمها كلينيكال كولوريكتال كونسر هناخد اسم المجلة دي وهنبحث بها على في باب ميت هنختار هنا جورنال وهنكتب كلينيكال كولوريكتال كونسر لو انت مش عارف ايه الخطوة دي تقدر احساب لكم اللينك بتاع الادفونسد سيرش في ديسكريبشن وكتبنا هنا مثلا كلمة ليفر كونسر تمام ودوسنا سيرش كده انا اختارت السيفير علشان احنا عندنا في بنك المعرفة المصري اكسس للسيفير ولكن البيبرز زي ما انت شايف اهي البيبرز دي لربما انك ما تعرفش تعملها اكسس فلو جيت بسيت هنا ده ريفيو هتدخل على السيفير هتلاقيه الفول تيكست اكسس فهتفتح البيبرزات نفسها فهتلاقي ان هي في حاجة هنا اسمه بيرشس لو انت عايز تشري البيبر وانحنا اتفقنا انحنا ننزل الحاجات دي كلها مجانية وتقدر انك تعمل سبسكرايب وتقدر انك تبيرشس او ترنت البيبر يعني تأجر البحث فالتفاصيل دي كلها احنا عايزين برضو ننزل البيبر دي وعايزين ننزلها بشكل مجاني احنا عندنا هنا حاجة في مصر اسمها الاي كي بي او بنك المعرفة المصري فهتدخل على الاي كي بي بتاعك وتعمل اكاونت وتأكد ان هو بشكل الريسرشر او الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده وهتدخل على السورسز الانجليش سورسز وبعد كده هتدخل على هنا السيفير اهي وبعد كده هتدخل على science direct والاختيار الاول طيب فالبيبر اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي بيبر احنا مش عارفين ننزلها هتاخد كده copy للعنوان بتاع البيبر وهتحطه هنا في اي حتة وتدو السيرش فاللي يحصل لو جيت بسيطية هتلاقي ان هو البيبر دي مفتوحة بالإي كي بي او الوبسايد ده مفتوح بالإي كي بي واد البيبر عندك هتدوس في فكده البيبر اتفتحت علشان احنا عندنا اكسس للإي كي بي في اي بيبر متعلقة بالسيفير تقدر انك تنزلها من هنا بالشكل احنا شايفينه قدامنا هاي ادي patterns stage وكذا ادي البيبر والدكتور اللي كاتب اسمه سلمان يوسف فده البيبر احنا فتحناها بشكل مجاني خلينا نوريكم تجربة كمان اخيرة علشان لو محدش اخد بالو ادل treatment and outcomes هندخل على السيفير لان احنا ما عندناش اكسس للبيبر ذات نفسها تمام؟ واتلاني البيبر بفلوس هاخد البيبر دي كده copy العنوان بتاعها وحطه في السيرش هنا وعدو السيرش هتلاقي ان هو اول واحد ودي view PDF فكده فتح لك البيبر الناس هتسألني في الكومنت احنا ازاي ان يكون اكسس للإي كي بي الإي كي بي بيفتح في مصر فقط لغير ولو انت بتدرس في اي جامعة برا مصر بنسبة 90% الجامعات بيكون عندهم برضو اكسس لهي السيفير فتقدر انك تفتح البيبر بتاعتك بكل بساطة زي ما احنا شايفين دي البيبر التانية هاي فتحت معنا بالشكل بتاعها ده يبقى دي تالي الطريق الطريق الرابعة وهي باستخدام ساينس هوب طيب الناس كلها لما تيجي تكتب ساينس هوب انا بكتب ساينس هوب يعني الويب سايت ده بيتغير يعني ده اسمه ساينس هوب او سايهوب دوت اريو فممكن تكتب برضو سايهوب في جوجل كده وتفتح مثلا سايهوب ده فهتلاقي ان ده سايهوب دوت اس اي ده موقع روسي معروف جدا ومشهور جدا فالناس كتيرة يعني بتكون بتسأل ان الويب سايت تغير معي ومش عارف افتحه فانا بفتح ساينس هوب في جوجل واول واحد ده غالبا هو بيكون الويب سايت اللينك الشغال فده ساينس هوب دوت اس اي ساينس هوب دوت اريو وتفهر الكلمة بتكتب سايهوب وبعد كده بيقولك تضيف الرفرنس بتاعك طيب الرفرنس بتاعك ده تقدر تضيف العنوان ذات نفسه تقدر تضيف اللينك وتقدر تضيف الديو اي هنضيف الديو اي هنا كده وهندوس اوبن فزي ما احنا شايفين هيفتح البيير اهي تمام ؟ في افترض البيير ده وتقدر تاخد برضو البي ام اي ده كابي وتحطه هنا بيست فتلاقي ان هو فتح لك البيبر فتقدر انك تاخد الدي او اي تمام اللي هو ده وتقدر تاخد البي ام اي دي وتقدر تاخد اللينك بتاع البيبر ذات نفسها وهو ساينس اوبة يفتحه لك ودي حاجة معروفة ومشهورة جدا ولكن في مشكلة في ساينس اوب ان الابحاث التابعة لحاجة اسمها بينثام ساينس فالحاجات بتاعت بينثام ساينس بوبليشرز دي لو حاولت انك تفتحها على يعني مثلا اي جورنل لو حاولت انك تفتحها على ساينس اوب هتلاقي ان هي ما بتفتحش خالص لو كتبنا هنا مثلا ليبر وبحثنا وحاولنا ان احنا ننزل اي بيبر من البيبرز دي هتلاقي ان هو احنا مش عارفين ان احنا خدنا الدي او اي بتاعها حتى هنا مثلا اند نوت مش ظاهر هو فيه ببيرشس بس لي يعني الارتكل في بعض الاحيان او احيان كتير جدا بنثام ساينس ده ما بيفتحش هنا في الحالة دي فتح لربما البيبر دي قديمة 2005 ف2005 يعني صامها وهو ممكن يوصل للاكسس بتاعها للينك بتاعها من مكان اخر ولكن لو احنا اخترنا هنا مثلا ان احنا عايزين حاجة في اخر سنة في العنوان بتاعنا ده طيب ده فري ارتكل خلينا نشوف مثلا حاجة زي كده فالعناوين الجديدة مشكلة الساينس هوب برضو ما بيستخدمش او ما بيعرفش يفتح العناوين الجديدة هدوسنا كده هتلاقي ان هو هو ساينس هوب ما عندوش اكسس لريكوست دوكومنت خلينا نجرب دوكومنت تاني انا اخترت فلتر عارفين اربعة وعشرين لو اهو last year علشان نختار الدراسات اللي هي مثلا اخر سنة فمثلا البيبر دي خلينا كده ناخد اللي دي قوي بتاعها من هنا فدي مثلا بيبر تانية نحطها هنا وندوس اوبن هتلاقي نفس الكلام don't have access to the requested document فساينس هوب ما بيفتحش الحاجات اللي هي الحديثة علشان هو ده موقع روسي هكر فمالحقش يعمل اكسس للحاجات اللي زي كده ولكن النصيحة بقى بتاعتي في الحاجات اللي زي كده هتدخل على اي بيبر من البيبرز دي وتبدأ تتواصل مع الاثر ذات نفسه البيبر دي منشورة صامها وحديثا فتبدأ انك تشوف يعني مين الcorresponding author ليه البحث ده وتتواصل معي وتطلب منه نسخة من البحث بتاعه فده قدر اعمل كده search في جوجل ذات نفسه فهلاقي ان هو هنا كان تابع يعني science direct نفس العنوان بكل التفاصيل ادخل كده على science direct فأنا عندي اكسس لscience direct فأنا قدر ان انا انزله ولكن يعني هنفترض انك مش عارف تنزله او هو مش تابع لscience direct هتلاقي دايما كده في author محطوط معاه علامة الايميل فشكل الايميل بتاعه اهو فهتلاقي ان ده الايميل بتاعه في هونج كونج في الصين هتاخد الايميل بتاعه ده وهتقول له يعني انا هكتبلك في الورد كده مثلا تو الايميل ده تمام فده اسم الدكتور راشيد فممكن تكتب dear professor lu مثلا l-u ده اسمه اللي هو the last name او l-u-i يعني اسم my name اسم محمد النجار وتكتب مثلا i'm a researcher at اه كذا 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 وبعد جاء تكتب يعني i'm conducting مثلا review article about liver cancer and i need مثلا and i found مثلا your paper in search results but i cannot access it مثلا is it possible to share pdf with me to use in my publication فهي يعني ده حاجة سريعة عشان احنا متصور فيديو انا ممكن اكتب له post اكتر من كده ومهم انك تحطله العنوان بتاع التايتل ذات نفسه علشان لو هو عنده اكتر من تايتل يعرف انه عنوان بالضبط اللي انت مهتم بي فتقوله can i access your title او have access لي whatever بقى الموضوع هتلاقي انه رضى عليك بالpdf او رضى عليك بأكسس او مثلا ريسر شاكيت بتاعه في البيبر دي pdf فدي كلها من ضمن الطرق المختلفة انك توصل للبيبر بتاعتك الطرية دي الناس ممكن تحسن هي طويلة شوية ولكنها فعالة وبناس كتير جدا استخدمتها وناس تخدمتها كتير جدا وناس او الشغل في الريفيو ده علشان لو حد مهتم بنفس الفكرة بتاعتك فلو هنلخص بشكل سريع كده انت بتكون عندك access للا او بنك المعرفة المصري بتفتح بيه ابحاث كتير جدا بالاضافة بقى science hub حاجة سريعة بالاضافة end note click لو انت عايز تفتح حاجة برضو بشكل مباشر بالاضافة ان انا اوصله لان هو لو بحث بعد الطرق دي كلها ان انا توصلت مع الشخص وما ردش علي ان انا دورت في المتاحة وما عارفت اوصل للبحث فبحث ان هو خلاص انا مش محتاج اوصل للبحث فيه غيرك ممكن يلاقي عنده المعلومات اللي انت هتتكلم عنها لان هو لو جودة كويسة و قواليتي اكبر دور النشر على مستوى العالم وبالتالي الحاجات المعروفة المترجعة القوية تقدر توصلها بسهولة الحاجات اللي ربما فيها بعض الهمود مش هتعرف توصل لها وبالتالي انا مش محتاج ان انا اوصل لها اصلا اتمنى الفيديو كون عجبكم متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع صحابكم